انطلاقا من شمال البصرة وصولا لأقصى جنوبها أصحاب الثروة الحيوانية يطالبون الحكومة العراقية بدعمهم لأجل النهوض بواقع المنتجات التي كانت قبل عدة عوام تغطي حاجة العراق بعيدا عن الاستيراد فلم يعد أصحاب الملك قادرين على تغطية نفقات شراء الأعلاف لإطعام حيواناتهم نرجو من الدولة أن تبنينا معمل حليب حتى تستفاد من عدة دولة هم الدولة تستفاد وهم ربيع المواشي يستفادون من الحليب ليه شيء أن نستورد من الدول موجود عندنا بالبصرة حلال والدولة تستفاد من عدة وتطينا حصة من الأعلاف الطن مال النخال صار ب600 ألف التشيز مال الطحين ب50 ألف والهوار نسدت علينا الحشايش لا اللوح حشايش بعد الضروع على العلف والعلف صار جهنم وصبحنا منها السعراء مثل ذلك التجارة وخسرنا اليوم صبحنا خسرانين كل شباك رسالة شعبية مباشرة عبر التغيير تطالب وزير الزراعة وجميع المعنيين بضرورة إعادة أمجاد الإنتاج المحلية من لحوم وحليب ومشتقاته كما يشير المتضرر إلى وجوب إنهاء سيطرة التجار المتحكمين بأسعار الأعلاف الحيوانية ضمانا لأجواء إيجابية تساعد على إعادة هيبة الثروة الحيوانية قضيتنا يرجعون ما كان بالسبعين بالثمانين بالتسعين وتسعيرة النخال لأن هناك محتكرين بغض النظر عن أسماهم يجيبون يروحون يسوون المزادات عن نخالة يحددونها بسعر خيصي لهم والفايدة لهم يفرضونها النوبهم وبيناتهم يرفعون سعرها على المشتري نحن لا نعبر على مصلحتنا الخاصة نعبر على الشعب العلاقة كله نحن ناشد وزير الزراعة قضيتنا يوم وزير الزراعة ما نقول لك سعرنا فلان سعر فلان قضيتنا موزير الزراعة أريد أن نطلع على قضيتنا وشوفها تجدر الإشارة إلى أن مئات الآلاف من الدوانم في البصرة أصبحت من المحرمات النفطية بعد جولات الترخيص ما تسبب ذلك بمنع استثمار المساحات الزراعية لإطعام المواشي الأمر الذي قضى على هذه الثروة الوطنية وفتح باب الاستيراد وكأنه أمر متفق عليه من البصرة كان تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر